السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبداً أبداً اللهم صلي وسلم وباركة لسيدنا محمد وآله وصحبه والبيع وسلم اللهم لا سهل لم جعلته وسهل وإنك لو شيت رجعلته الصعبة سهل branches of anterior trunk of internal internal iliac artery طبعا احنا في الفيديو اللي فات خدنا ايه هو ال internal iliac واخدنا ال branches بتاعت posterior trunk anterior trunk ده بقى جماعة بيدي branches branches كتيرة كده هوا افتكرها ازاي افتكرها بواحد رايح يبلغ أبوه النتيجة في آخر السنة طبعا بيقوله ها جبت متية ازاي كل سمع يقوله يعني يا بابا يقوله ها جبت طب جيد جدا يقوله والله يعني وبعدين وبعدين بقى اضطر ال واحد بقى يقوله بابا ايه so i am under very good بدل ما يقوله ان هو بقى جايب مقبول قال له يعني انا تحت الجايب جدا بقى وخلاص يعني بيسوى حبوه يعني عشان ما يقولوش ان هو جايب مقبول فتفتكر البرانش ديب سو i am under very good سو تفكرك بسبيرو فزايكل ارتري ومدام افتكر بقى السوبيرو فزايكل افتكر الاي i am الاي دي تفكرك بثلاثة برانشز باخد السوبيرو فزايكل اللي اسمه انفيرو فزايكل والانفيرو فزايكل ده عرف هيك يفكرك بحاجة تانية ان ده مش موجود غير في الرجالة بس بيحل محله اللي بي بتاعك very vaginal artery نرجع للانفيرو الاي انفيرو فزايكل وه The two terminal branches Of the anterior trunk the two terminal branches الانتيرو trunk ده في الاخر بينتهي ببرانش كبير اسمه ال Ew daqui ال보 branch الغير اسمه ال Entertainment press دول two terminal branches اله targeted اطبعان افكرنا ده البوستيرو ترانك كان الكونتينويشن بتاعه وأكبر برانش منه اللي اسمه السوبيرو جلوتيل ونفس الحكاية الأنتيرو ترانك أكبر برانش والكونتينويشن بتاع الأنتيرو ترانك is inferior gluteal أفتكر ان البوستيرو ترانك والأنتيرو ترانك أكبر برانش منهم وكونتينويشن بتاعهم البسبيرو ترانك سوبيرو جلوتيل والأنتيرو ترانك انفيرو جلوتيل و走 terminogenes زي ما اتفقنا انفيرو جلوتيل وانتقيه وانتيرنال بيودندل الام بتاعة ايام middle rectal arteries غالباً بيكونوا multiple arteries فعشان كده عنده الارترز مش ارتري middle rectal و اليو يفكرك بحاجتين under ده هي اليو جي تفكرك بحاجة معوجودة في الستات بس اللي هي uterine artery وتفكرك بالأمبلايك الارتري على فكرة الأمبلايك الارتري ده ده اللي بيدي السبيرور بازايكال أمبلايكال بيدي السبيرور بازايكال فعنا عفت قصة الأمبلايكال والسبيرور بازايكال اي بعد كهوان جي دي تفكرك بكلمة غلوتيل الانفيرور غلوتيل ارتري دي سو سبيرور بازايكال أو obturator اي ثلاثة بالأي الانفيرور بازايكال والانفيرور جلوتيل والانترنال بيودندل الام ميدل ريكتال اليو يوترين وعنبلايكال والذي باجاينال والباجاينال طبعا ده موجود في الستات بس وبيكون حال المحل الانفيرور بازايكال والجي جلوتيل انفيرور جلوتيل ناخد البرانش الزباية يا جماعة في عندنا اول برانش واعلى برانش يطلع من الانتيرو ترانك ده الانترنال اليكا هو ومتفرع لبوستيرو ترانك وانتيرو ترانك اول برانش واعلى برانش من الانتيرو ترانك برانش اسمه الامبلايكال ارتري الامبلايكال طبعا ارتري ده كان حيوي جدا جدا في الانترال ترين في طلايف بس بعد الولادة خلاص مش محتاجينه ف الديستال بارت بتاعه اللي فوق ده اللي طالع للامبلايكس بيحصله فيبروزيس وابليتريشن ويتحول لارتري اسمه السوري تحول الليجام انت اسمه ميديا الامبلايكال لجامنت ده الديستال بارت البروكسما البرت دوان بتنه مفتوح يا جماعة بتنه مفتوح البروكسما البرت وفي ذا امبلايكال دوان ويدي لك البرانش اللي رايح يغزل يونيكب لاظر اللي اسمه سوبيريور فزايكل سوبيريور فزايكل بعد كده هو رايح للجدار البرانش دوان اللي رايح فين ده رايح يعدي في الابتيوريتور كنال رايح على الميديا الاسبكت اوف زا ساي ده جماعة اللي اسمه الابتيوريتور ارتري الابتيوريتور ارتري دوان طالع من الانتيرو ترانك ماشي على اللاتر الولوف زا بيلبس رايح يمشي في الابتيوريتور كنال اللي رايح يمشي في الابتيوريتور كنال بيدي ثلاثة برانشز الابتيوريتور دوان تفتكرهم بكلمة اي في بي اي في بي يعدي على فكرة اشعة مشهورة قوي بتبين لك اليوريني اتريكت اختصار انترا فينس بيولوغرافي بس طبعا ده ما هيباكش في حاجة انت تفتكر بس ان اي في بي تفكرك بالبرانشز بتعطي الابتيوريتور ايه البرانشز بتعطي الابتيوريتور اول برانش ايلياك برانش ايلياك برانش ده باين في الصورة دي اللي احنا كنا شفناها زمان ايلياك برانش ده الابتيوريتور ارتري رايح اول الابتيوريتور كنالي وبيديلك ايلياك برانش ايلياك برانش عشان يعمل انستموزيس مع الايلياك برانش اوف ايليولامبر كمان بيدي فازايكا البرانش بيدي اهو الابتيوريتور دوا فازايكا البرانش فازايكا الواضح من الاسم رايح لمين رايح يغزي ديورنا بلا داخل. وبيدي كمان بيوبيك برانش. بيوبيك برانش ماشي على الباك of the body of the بيوبيك بون. البيوبيك برانش ده مهم جدا. نقف عند وقفة بقى. هي حكاية البيوبيك برانش ده هوا. ده الابتيريوتر. وبيدي هو بيوبيك برانش. نورمال البيوبيك برانش اف ابتيريوتر ده هوا بيعمل انستموزيس. مع بيوبيك برانش جايره من الارتري ده اللي ماشي على الانتيرو عبدان الول. اللي اسمه انفيريور ابيجاستريك ارتري. نورمال الانفيريور ابيجاستريك الارتري بيدي بيوبيك برانش. والابتيريوتر بيدي بيوبيك برانش. والاثنين بيعملوا انستموز. هنا هوا نورة الانجوائنا الليجامنت. في المنطقة ده هاي. بتلاتين في المية من البشر يا جماعة. ساعات النورمال ابتيريوتر ارتري ده اللي طالع من الانتيرنال اليك بيكون ابسنت. فما حيكون النورمال ابتيريوتر ده ابسنت. والبيوبيك طبعا برانش بالتالي بتاعه ابسنت. مين اللي حيحل محل الابتيريوتر ارتري؟ بنلاقي ربنا بروح معاوض لك بقى رياب الابتيريوتر والبيوبيك برانش بتاعه ده بايه؟ بان البيوبيك برانش اوف ابيجاستريك بيبقى كبير قوي. كبير قوي وروح جاي ونازل وداخل في الابتيريوتر كنال على الميديا ويحل محل النورمال ابتيريوتر. فلو البيوبيك برانش ده اهو هنا الابتيريوتر فين مفيش؟ والبيوبيك برانش اوف اوف ابيجاستريك اهو كبير ونازل وحل محل الابتيريوتر. ده بيتقال عليه ابنورمال ابتيريوتر ارتري. ولو فاكرين على فاكره ده بيعمل مشكلة في الجراحة وممكن يحصل منه نزيف ومشكلة كبيرة قوي في عمليات الهيرنية. عمليات الفيمور الهيرنية. بعد الابتيريوتر ارتري كبرايتل برانش فيه كمان الانفيرور جلوتيال ارتري. الانفيرور جلوتيال ارتري ده جماعة عبارة عن ايه؟ الانتيرو ترانك اللي احنا بناخد البرانش بتاعته دولا دلوقتي. الانتيرو ترانك ده هو انا جماعة في الاخر بيدي 2 ترميلا برانش. واحد دخين اللي انت شايفه دولا. اللي اسمه الانفيرور جلوتيال. وواحد ترميلا برانش تاني ارفع منه. اللي ماشي ده هو تحت اللي بيتور اناي في البرانيام. اللي اسمه انتيرنال بيودندل ارتري. الانفيرور جلوتيال ده هو بقى اللارجر. وبزاته ترميلا برانش اوف انتيرور ترانك اوف انتيرنال ايليك. بيسيب البلبس ازاي؟ بيروح معادي ما بين التو نيرفز دول. ما بين الساكرال نيرف نمرة اثنين والساكرال نيرف نمرة تلاتة. وروح معادي في ال جريتر صياتيك فورملا. بيلو زباير فورمس. وطبعا بقى مدام تطلع بقى في الانفيرو جلوتيال ريجون الانفيرو جلوتيال. ده ده بقى ايه؟ رايح يغزي جلوتيال ريجون. الرسمة الحلوة دي قوي اهو. ده الانتيرنال ايليك. وتفرع لك البوسيرور ترانك. اللي نهايته السوبيرو جلوتيال ارتري. وده الانتيرور. ترانك. اللي نهايته توتر من الانفيرو جلوتيال. اللي معادي تحت البايري فورمس. فانت في جريت رساتك فورملا معادي لك الاتنين جلوتيال. السوبيرو جلوتيال والانفيرو جلوتيال. فوق البايري فورمس السوبيرو. وتحت البيريفورمس يبقى الانفيرو جلوتيال هذا اللارجر of the two terminal branches of the anterior trunk بيغزي الانفيرو جلوتيال ده ايه بيغزي طبعا الجلوتيال ريجون وبيغزي البلوك فلور مصل بالبيريفورمس ننجي بعدك هوا نبقى الانترنال بيودندل الانترنال بيودندل ده السمولر of the two terminal branches of the anterior trunk بيعدي في الفين بالزبط بيعمل حاجة غريبة حركة بهلوانية الانترنال بيودندل ده بيروح معدي في greater static form بيروح معدي بعد كده هوا على المنطقة بتاعت ال back of the escalaspine ويروح داخل تاني في lesser static form يخش lesser static form عشان يروح فين عشان يخش البيرينيام في المنطقة اللي اسمها البيودندل كنال والانترنال بيودندل ده المين ارتري of the berynium البيودندل البرنام ده المنطقة اللي تحت البيلفك فلور اهو ده البيلفك فلور دي تيلي فيتر ايناي فهو كل هدف الانترنال بيودندل ده انهو يخرج من البيلفس عشان هو جوه البيلفك كافتي اللي عايز يخرج من البيلفس من جريتها static form وعدين عايز يخش البرنام يروح لافف وداخل في الليسر static form وتحت هو اللي فيتر ايناي بقى في المنطقة بتاعت البرنام والانترنال بيودندل ده المين ارتري of the berynium هدول التلاتة برايتل برانشز التلاتة برايتل برانشز الوبتيوريتور اهو ده الوبتيوريتور اللي معادي في الوبتيوريتور فورم والانفيرو جلوتيل والانترنال بيودندل اللي هما the two terminal branches of the anterior trunk يبتدي بقى مين يبتدي الفيسر البرانشز الفيسر البرانشز احنا اشارنا لواحد دلوقتي قريدي منهم اللي هو اول برانش واعلى برانش اول برانش واعلى برانش المفروض اللي هو بقى مين ده طبع عندي رأس مكروكية للبرانشز كلها نبقى نراجع عليها ايه في الاخر خلينا في البرانشز ديان هنا اوضح واحد فيهم اول برانش واعلى برانش بيطلع من الانترنال الامبلايكل الامبلايكل اللي واضح من اسمه انه هو بيغزي الابر بارت اوف زاورينا البلادر الديستال بارت بتاعه بعد الولادة بقى خلاص الامبلايكل ده ما بقناش محتاجينه بيحصل له اوبريتريشن ويتحول الى فايبرا سبيند اسمه الامبلايكل الليجمند وده بتهير اكيد خدته في الانتيرو عبدان الول وخدته في الهسل بخس تريانجل والميديا الامبلايكل الليجمند ده بيكون معدي في الهسل بخس تريانجل ومقسمه الامبلايكل نرجع للبرانش البروكسيمل ده اللي هو طالع من البروكسيمل بارت اف امبلايكل ارتري اللي اسمه سوبير بازايكل ده بيغزي ايه ورد من اسمه بازايكل بيغزي السوبير وسيرفس اف زيورينا بلدر وبيغزي اللي جاي يفتح في بلدر الديستال بارت اف زيورتر بالحاجات اللي ورا البلدر مين اللي ورا البلدر الباز ديفرانس والسيمينال فيزي كالز بعد الامبلايكل والبرانش اللي طالع من اللي هو السوبير وبازايكل في عندنا ارتري اسمه ميدل ريكتل واضح هو رايح ناحية الكونكافتي بتاعت السيكرم وانت عارف النايم هنا في الكونكافتي بتاعت السيكرم من الريكتل دا الميدل ريكتل ارتري والميدل ريكتل ارتري دا مش بيغزي الريكتام بس دا بيغزي الريكتام وجاره لو قدامه في الرجالة بيغزي البيز اف زيوريني بالحاجات اللي ورا اليوريني بلدر اللي هي السيمين الفيزيك واللي تحت اليوريني بلدر البروستيت بتاعت بعد كده هو في عندي ميدان بقى فيه innferoRL fascicle ما فيه كمان الاخ ده اللي هو ironillary fascicle ال finances الـ enferoccicle ده في الرجاله بس بيحل محلاله في الستات ال vaginal arthritis اللي واضح من اسمها هي حالة غزي الفاجان الـ inferior fascicle ده ده اللي بقى في الرجاله بيغزي ايه inferior fascicle بيغزي ال peace of the bladder بال General Bartow Of The Urter بالحاجات اللي ورا البلدر seminal physicals و buzz difference واللي تحت البروستيت بيبزي حتة كبيرة قوي من اليوروجينتال سيستم اللي related للباز واللي تحتيها واللي فاتح فيها اليوريتر واللي لزق فيها من ورا seminal physicals والباز يوتراين ارتري ده في الستات بات طبعا بس اليوتراين ارتري طبعا يا جماعة ده بيكون موجودة هو في الستات فقط ده واحدة ست ده يوترس فايه بقى اليوتراين ارتري ده وان اليوتراين ارتري ده وان بيمشي medially بيمشي medially علي ايه على المسلز اف زا فلور اف زا بيلفس المسلز اف زا بيلفك فلور و بيكون ماشي هنا في فولدوب بريتونيا باسمها البرود لجمنت اف زا يوتراس فهو هيمشي عال بيلفك فلور مصل في الروت اف زا برود لجمنت اف زا يوتراس ولو انت لسه مذاكرتش اليوتراس او لسه ماخدتوش او لسه مسمعتش الفيديو بتاعه اليوتراس ده بيكون لها فولدوب بريتونيا ممتدة منه على اليمين والشمال اليوتراس ده في فولدوب بريتونيا ممتدة منه على يمين والشمال اسماها البرود لجمنت اف زا يوتراس الروت اف زا برود لجمنت زاي الروتوف ميزنت بالزبط الروتوف ميزنت دي مش كاية فنفس الحكاية ن adequا في الروت اف زا برود لجمنت التاتشت للبيلفك فلور وبيمشي فيها اليوترين أرتري from lateral to medial في الفلور اهو الحتة دياني ماشي هو على الفلور pelvic floor في الroot of the broad legament of the uterus المفروض اللي احنا مقطعينه طبعا عشان عايز يوصل لل lateral border of the uterus بس تخد بالك بقى بص اليوترين أرتري وهو ماشي from lateral to medial عمل كروسنج للأنبوبة البوني ايه الأنبوبة دي بقى عمل كروسنج from lateral to medial above the uterus ودي relation اوعى تنسها تحطها حلقة في ودنك عشان هنا هون لو واحد بتعنيسها احول بيعمل لليجيشن لليوترين أرتري بعملية remove of the uterus اسمها hysterectomy بنعمل استقصال اليوترس فلازم نربط اليوترين أرتري فجرح ولو هو بربط اليوترين أرتري راح مربط لك اليوترين أرتري باليوريتار على اليمين والشمال يبقى تسدت المسالك البولية بتاعتك ويجيلك حاجة اسمها أنيوريا ممكن تموت فيها الست دا على فكرة الكروسنج بتاع اليوترين أرتري above the uterus دا بيكون one inch lateral للسبرا vaginal part of the cervix السيربيكس دا أوطة حتة من اليوترس واحنا ان شاء الله هناخد برضو اليوترين أرتري داون بالتفصيل واحنا بناخد اليوترس وحتفهم بقى ان النقطة دي ما بين الكروسنج دا ما بين اليوترين أرتري واليوريتار دي بتكون one inch lateral to the super vaginal part of the cervix اللي هي أوطة حتة من اليوترس طبعا أولا ما بيوصل اليوترين أرتري هنا وانا عند السيربيكس بيوصل للمنطقة اللي معلمة الأبر بارت of the cervix اللي اسماها internal os دي فاتحة السيربيكس الداخلية طبعا مش مهم الكلام دا وانا حنبقى تعرف يعني السيربيكس ويعني الانترنال أس والحاجات دي أما ياخد اليوترس بإذن الله هنا حتبوصت اليوترين أرتري بيطلع بقى كده أولا ويمشي لك على lateral ودي طبعا هو يكون تورشووس عشان اليوترس دا هيتمدد جامد جدا 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 أثناء الحمل وطبعا بيتشد مع اليوترين أرتري وبعدين ما يحصل ويرجع اليوترس تاني صغير تبوصت لا اليوترين أرتري بقى تورشووس بالمنظر دا طبعا أكيد اليوترين أرتري دا طبعا اسمها بيغزي اليوترس وبيدي برانش نازل تحت البرانش نازل تحت دا باجينة أرتري يساهم باجينة برانش يساهم في تغذية ال ايه الباجينة نبص كدو عن الرسمة الجميلة قوي دي اليوترين أرتري أهو وهو جاي فروم لاترال تو ميديل وماشي على البلفيك فلور في الحتة اللي اسمها الروت أوف زا برود لجمن أوف زيوترس وبيعمل كروسنج هو فوق بين دا دا اليوريتر فوق اليوريتر على مسافة وان إنش من الجزء السوفلي دا من اليوترس اللي اسمه سيرفيكس سبرا فاجين البار أوف زي سيرفيكس وبعدين بيروح طالع على اللاترال بوردر أوف زيوترس وتورش وسهو وهو طالع بيروح من الزل لك برانش تحت فاجينة البرانش يساب تغذية الفاجينة ويمشي اليوترين أرتري بقى بعد كده هو فين بيمشي فروم ميديا اللي بقى المرضي تولاترال رايح فين دا دا رايح اليوترين أرتري ماشي لاترال عشان يعمل أناستموزس مع الأوفيريان أرتري فبيعمل يوترين أرتري أناستموزس مع الأوفيريان أرتري طبعا اليوترين أرتري دا بقى بيغزي ايه اسم على مسمى اليوترس وهو ماشي بقى الاترا اللي هو كده دا بيغزي لك الميديا الأربعة خمس من اليوترين تيوب دي اسمع اليوترين تيوب زائد طبعا ما تنساش إنه بيغزي الفجعين بعد ما شوفنا اليوترين أرتري بعد ما شوفنا اليوترين أرتري بقى كده هوا نيبقى انتهت ايه البرانش of the anterior trunk of the internal iliac وعايزين الرسمة دي بقى كده هوا ملخص الموضوع ده ال iliac اللي انتهي عند the level of the lambo sacral disk بينما بتفرع ال internal iliac و external iliac ال internal iliac ده الصغير لانه بيغزي شوية الحاجات القليلة دي في البلبس بينما ال external iliac ده اللي راح يحل ور يبقى فيه مور بيغزي اللور لم ده كله فلازم اكيد طبعا ال external iliac اللي هيكمل اسفيم ور ال غزي كل ده لازم يكون اكبر من internal iliac اللي هيغزي شوية الحاجات القليلة في البلبس ال ال internal iliac ده بيرجع لك هو downward and backward رايح فين ده عند upper border of greater static form يتقسم ل posterior trunk و anterior trunk البosterior trunk بيدي واحد upward and laterally ilio lumbar لانه بيدي iliac branch lumbar branch و بيدي اتنين يمشو downward and medially to lateral sacral وبعدين يكمل بقى البosterior trunk ده one as the largest branch of internal iliac col واكيد as the largest branch of the posterior trunk which is superior glute يلا ال anterior trunk بيدي ثلاثة barital branches للbody wall obturator and the two terminal branches between internal budendal and the inferior gluteal the gluteal region اللي بقين ذو visceral branches visceral branches umbilical اللي بيبقى obliterated بديناك medial umbilical ligament ويروح مدي لك البروكس ما اللي برد بتاعله بيتساب مفتوح السوبيرو البروكس ولو افتكرت السوبيرو البروكس يبقى مليون في المية في inferior البروكس اللي بيحل محله في الستات الvaginal arteries ومدل افتكرت بقى الvaginal ما تنساش ابو كل اليوتراين artery في الستات و يبقى دي البرانشز بتاعة ال internal iliac bistro trunk و anterior trunk ping بعد ما خلصنا بقى ال internal iliac في عندنا twice arteries كده هو بساط قوي موجودين في البلفوس واحد منه ما احنا خدنا في القفون طبعا اسمه السوبيرو الريكتل السوبيرو الريكتل ده جماعة بيبتدي فين ده continuation of inferior mesenteric الانفيروم mesenteric اللي هو branch والأورطة هو نازل 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 كده أورا عن ناحية الشمال ويروح معدي على نص بالضبط الكومان إيليك أول ما بعدي على lift كومان إيليك دي نهاية الانفيروم mesenteric ويكمل as superior rectal artery فالsuper rectal artery continuation of inferior mesenteric أول ما بعدي على الميدل of the lift كومان إيليك بيسلس بينزل في حتة مشهورة أو في البريطونية ده المفروض السيجمويد كولون نعمل زي حرف الاس وله ميزنتري اسمه سيجمويد ميزو كولون السيجمويد ميزو كولون ده الرود بتاعه له لاترا الليم وله ميديا الليم فشايفين بقى انتهى الانفيروم mesenteric ويكمل as superior rectal اللي حيمشي في الميديا الليم of بالفيت ميزو كولون نازل السيجمويد ميزو كولون نازل السيجمويد الريكتل ده هو لحد فين لحد ده اسمه سيجمويد الريكتل فالمستعدة في انه هو يروح للريكتل بيروح على الريكتل طبعا ده منظر بستيرو بيو ببص من وراء على الريكتل اهو والبسلز بتاعته فده اهو ده الانفيروم mesenteric ويحنا نبص عليه بقى من وراء وراح داخل بستيرو الريكتل وقدام طبعا السيجمويد انتيرو ريليشن توزا سيجمويد السيجمويد الريكتل ده ماشي على البستيرو سيرفس بيتقسم لفرعين فرعين كل واحد يوم يمشي على ناحية من البستيرو الأسبكت ماشي هاو على البستيرو بتاعته بتوع السيجمويد الريكتل لحد الميدل بيروح خرمين المسكولر وول وروحوا يمشوا بقى في الصب ميوكوزة ويعملوا أنستيموزيس مع الأزر برانشز أوف ريكتل أرتريس الميدل ريكتل والإنفيرو ريكتل والأناستيموزيس بتاعه مين دي بيكون مع الإنفيرو ريكتل وبور أنستيموزيس مع الميدل ريكتل ده بالنسبة للسيجمويد الريكتل أرتري اللي بيغزي ده المين بلات سابلاي في ذا ريكتل وكمان بيغزي الأبر هاف في ذا أين الكنل بعد السيجمويد الريكتل فيه عندنا الأرتري دوان اللي اسمه الميدين ساكرل الميدين ساكرل ده بيطلع الرسمة دي مش مظبوطة هو بيطلع هنا كده بالزبط بيطلع just above البيفوركيشن اللمبر فيرتبرا فيفس لمبر وفي الميدل لين قدام السيجمويد الريكتل وده انتيروليشن طبعا مهمة جدا للبلوك سيرفيس وعالبوستيرول اسبكت أوبعدين هنبوص نلاقي الميدين ساكرل ده بيانتهي هنا هوا كده هوا بفاسكولر بادي بينتهي بفاسكولر بادي قدام الكوكسكس اسمه جلوماس كوكسجيام روح راجع كده هوا الرسمة بتاعة الفرانت هي الميدين ساكرل ده هوا في الاخر هنا هوا كده هوا فيه كتلة باسكولر بادي أنا استموزيس كده وبلاد فيسلز كتير قدام الكوكسكس اسمها جلوماس كوكسجيام أو جلوماس كوكسيجيام بيدي إيه الميدين ساكرل ده هوا الميدين ساكرل ده هوا بيدي الففس يمين وشمال بيدي وبيدي تخش فين تخش في عشان تغزي وطبعا أكيد مليون في المئة بتعمل مع اللاترالساكرا الارترز اللي هي برانش من الانترنال إليك ويبدي الارترى في الزبلبس الانترنال إليك والسبير ورقتل والميدين ساكرا Thank you for good listening and good luck